موسيقى الأخبار من الميادين أهلا بكم وإلى العنوين موسيقى سجل المعادلة الجديدة كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش السيد نصر الله يهدد رسالة المسيرات بداية ولن يستخرج أحد الغازة أو يبيعه إن لم يحصل لبنان على حقوقه وذهابوا إلى الحرب أشرفوا من قبول موت لبنان جوعا موسيقى بايدن يصف زيارته لإسرائيل بأنها كالعودة إلى الوطن ويجدد التأكيد على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأا فادحا موسيقى عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون شكوى في الولايات المتحدة ضد شركة أمريكية على علاقة بنقل نترات الأمونيوم موسيقى تركيا تعلن إنشاء مركز تنصيق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية وزينانسكي يعلن عن بعض التقدم في مفاوضات اسطنبول بشأن استناف الصادرات الغذائية الأوكرانية موسيقى بعد تعيينه رئيسا بالإنابة رئيس الوزراء السلانكي أمر الجيش بإعادة إلساء النظام وألاف المتظاهرين يقطحمون مقره أهلا بكم رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن التهديد بالحرب والذهاب إليها أشرف بكثير للبنان إذا كان الخيار هو دفعه باتجاه الانهيار والجوع وفي كلمة تناول فيها التطورات الإقليمية أعلن السيد نصر الله عن معادلة جديدة سترسمها المقاومة إذا وصلت الأمور في عملية ترسيم الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة إلى خواتيم سلبية إذا كان الخيار أن لا يساعد لبنان وهي الطريقة الطبيعية لمساعدته وأنه لبنان يدفع باتجاه الانهيار والجوع والناس تقتل بعضها لا 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 الحرب أشرف بكثير بكثير التهديد بالحرب بل حتى الذهاب إلى الحرب أشرف بكثير أعز بكثير إذا وصلت الأمور إلى الخواتيم السلبية نحن لن نقف فقط في وجه كاريش ألا سابت أيام تموز سجلوا المعادلة الجديدة كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش إذا بدكت وصلوا لمعادلة أن هذا البلد ممنوع يستنقذ حاله بحقه الطبيعي من الغاز والنفط لن يستطيع أحد أن يستخرج غاز نفط ولن يستطيع أحد أن يبيع غاز نفط السيد نصر الله قال أنه للمرة الأولى تطلق ثلاث مسيارات في آن واحد باتجاه إسرائيل وأكيدا أن لدى المقاومة خيارات في الجو والبحر والبر وهي موضوعة على الطاولة معتنا ثلاث مسيارات مثل ما قال البيان المقاومة من أحجام مختلفة ومش مسلحة طبعا نحن قصدين ليش مش مسلحة نحن حتى لما كنا عم نتناقش الإخوان اللي عم ناخد قرار بهذا الموضوع نحن اتفقنا أنه ما نبعث مسيارات من شأن سقطها الإسرائيلي رسالة المسيارات كانت تقول بحجمها نحن جديون هذا بالنسبة لأنه ملف أساسي نحن ما عم نعمل حرب نفسية نحن رايحين نتدرج في خطواتنا وما يتطلبه الموقف سنقدم عليه بدون أي تردد هذا رسالة فهمة الإسرائيلي وفهمة الأمريكيين من حيث القدرة لازم العدو يكون يعرف هو بيعرف بس بدي طم من الصديق وبدي ساعد بهذا الموضوع أنه نحن نعم نحن قدراتنا متنوعة يعني هو المسيارات وارتبك في مراجهتها باعتراف الإسرائيليين أنفسهم لكن نحن لدينا خيارات متعددة ومتنوعة خيارات في الجو وخيارات في البحر وخيارات في البهو كل هذه خيارات مفتوحة موجودة على الطاولة السيد نصر الله دع المسؤولين اللبنانيين إلى تثبيت حقوق لبنان السيادية في النفط والغاز والحدود قبل شهر أيلول ونبه من أن عدم حدوث ذلك سيجعل الأمور لاحقا أكثر كلفا أنا كتير نقازت لما سمعت بعض المسؤولين قال إن شاء الله الاتفاع هيحصل بأيلول تخبز بالإفراح بأيلول تخبز بالإفراح إذا قبل أيلول ما أخدتوا حقكم وسبتوا لحدود البحرية واعترفت أمريكا والأمم المتحدة بحقوق لبنان بعد هذه المهلة ستكون الأمور صعبة ومكلفة طبعا لن نتركها لكنها ستكون صعبة ومكلفة يعني عملوا حسابكم هيك يعني ممكن ما تحصلوا شيء إلا بكلفة عالية السيد نصر الله قال أن وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس يضحك على شعبه عندما يتحدث عن جهزية إسرائيل لشن حرب على لبنان ووصف نصر الله هذا الكلام بأنه لا قيمة له وأكد أن الإسرائيليين يدركون ذلك أنت غزة المحاصرة من أكثر من 15 سنة المسطحة اللي زروفة صعبة اللي سلاحة صنع محلي بأغلبه لا تجرؤ أن تمشي خطوات أنت بتهدد لبنان بصورة وصيدة وبيروت بعدك عامت إيس على قبل 20 سنة أو 30 سنة غلط على قبل 20 سنة أو 30 سنة أو 40 سنة أنت مشتري تماما بكل أحوال أنا بنصح ويعمل مراجعة لتجربة الحرب في أيام في حرب تموز بالأيام الأخيرة من حرب تموز لما أخذوا آرار يدخلوا على مدينة بنت جبال التي تبعد عن حدود دولية مسافة قصيرة جدا في راجع القوات الألوية النخبة اللي شاركت الجنرالات الكبار اللي شاركوا كتائب الدبابات اللي شاركت وعن جولة الرئيس الأمريكي جو بايدن في المنطقة رأى سيد نصر الله أنها تأتي في ظل نسخ جديدة من مشروع الشرق الأوسط الجديد ووصف نصر الله بايدن بأنه صورة عن دخول أمريكا مرحلة الشيخوخة أمريكا اليوم هي غير أمريكا بالألفان وثلاثة والألفان وستة الرئيس الأمريكي العجوز يعني أنتم لما بتشوفوه هلأ بسنه بمشته بحركاته الرئيس الأمريكي العجوز هو صورة عن أمريكا التي بدأت تدخل مرحلة الشيخوخة أو دخلتها بالفعل اليوم موقع أمريكا في العالم مختلف الخروج على إرادة أمريكا في العالم أصبح أمرا مألوفا وطبيعيا في الكثير من مواقع العالم في وضعها الاقتصادي أعلى نسبة تدخم منذ أكثر من أربعين عاما وعمل تربع الأخبار حتى أخبار الفقر والمشردين في أهم المدن الأمريكية اللي بتابع لأنه في ناس بس بنالولك أحد الأحياء بسبعية الأحياء ما بنالولك الوضع الاجتماعي الداخلي الثقافة العنصرية وروح العنصرية والتشققات الداخلية الوضع الأمني الداخلي كشف موقع أكسيوس الأمريكي عن مشاركة مسؤولين من ثلاثين الدولة في الشماع للخارجية الأمريكية بشأن مواجهة أنشطة حزب الله على مدى يومين أواخر الشهر الماضي ونقلا عن مسؤول في الخارجية الأمريكية يكد الموقع أن مسؤولين إسرائيليين وسعوديين ومن أربع دول خليجية ودول أوروبية شاركوا في الاجتماع لافتا إلى أنه شهد ضغطا على دول أفريقية وفي أمريكا اللاتينية لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارته لإسرائيل بأنها كالعودة إلى الوطن وخلال مقابلة مع القناة الثانية عشر الإسرائيلية رأى بايدن أن اندماج إسرائيل في المنطقة سيزيد احتمالية تمكنها من التوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين كما تطرق بايدن إلى ملف الاتفاق النووي حيث أشار إلى أن الأمر اليوم متروك لإيران أعتقد أنه كان خطأا فادحا بالنسبة إلى الرئيس السابق خروجه من السفقة إنهم قريبون من سلاح نووي الآن أكثر مما كانوا عليه من قبل ليس للأمر علاقة بما إذا كان فيلق القدس سيتوقف أم لا سيستمرون في الانخراط في الأنشطة يمكننا أن نتحرك ضدهم ولا يزال لدينا اتفاق حيث يحدون من برنامجهم النووي لذا ما زلت أعتقد أن الأمر منطقي لقد طرحنا الصفقة على الطاولة عرضناها والأمر متروك لإيران الآن وفور وصوله إلى كيان الاحتلال قال بادل أنه سيبحث في الالتزام العميق لحل الدولتين وأعرب عن سعادته بأن يرى الدولة اليهودية مستقلة بحسب تعبيره وأضاف أن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل أقوى من أي وقت سابق بدوره قال رئيس الوزراء الإسرائيلية إيرلابيد أن النقاشات مع بايدن تتناول الحاجة لإقامة ائتلاف عالمي قوي لوقف البرنامج النووي الإيراني ووصف بايدن بأنه أحد أفضل أصدقاء إسرائيل فخور بالقول إن علاقاتنا مع دولة إسرائيل أعمق وأقوى من وجهة نظري مما كانت عليه في أي وقت مضى بهذه الزيارة نحن نعزز علاقاتنا بشكل أكبر سنواصل دفع اندماج إسرائيل في المنطقة وتوسيع مشاركتها مثل قمة I2-U2 جديدة والتي ستجمع بين إسرائيل والولايات المتحدة والإمارات والهند أيضا خلال زيارتكم سنناقش مسائل الأمن القومي بناء هيكل أمني واقتصادي جديد مع دول الشرق الأوسط بعد اتفاقيات أبرهام وإنجازات قمة النقب وسنناقش الحاجة إلى تجديد تحالف عالمي قوي يوقف البرنامج النووي الإيراني وفيما ذكر لابيت بايدن بقول سابق له بشأن انتمائه إلى الصهيونية رد الأخير بالقول أنه يتشرف بأن يكون جزءا من تاريخ إسرائيل وقال ليس ضروريا أن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا إنها زيارة شخصية كون علاقاتك مع إسرائيل دائما ما كانت شخصية وكونك قد وصفت نفسك سابقا بأنك صهيوني وقلت إنه لا ضرورة لأن تكون يهوديا لكي تكون صهيونيا وأنت على حق كونك شخصية صهيونية مرموقة وأحد خير أصدقاء إسرائيل عبر تاريخها أقولها مجددا لا ضرورة لأن تكون يهوديا حتى تكون صهيونيا يسرني أن أرى الدولة اليهودية مستقلة من الشرف أن أكون جزءا من تاريخ إسرائيل وخلال اليوم الثاني من زيارته إسرائيل من المرتقب أن يوقع بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي إيرلابيد على اتفاق مشترك كان يتعهدان فيه بمنع إيران من حيازة السلاح النووي وكالة ريترز نقلت عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن الاتفاق سيوسع العلاقة الأمنية طويلة الأمد بين الطرفين وأن الإعلان الجديد سيتضمن تعهدا بتقديم مساعدة عسكرية أمريكية مستمرة لإسرائيل وسيؤكد دعم اتفاقات التطبيع المبرمة مع عدد من الدول العربية إذن توقع ما أطلق عليه اسم إعلان القدس هو أبرز ما يتطلع إليه المسؤولون الإسرائيليون وفي الوقت نفسه العيون شاخصة وبقلق نحو إيران التي يصل إليها الرئيس الروسي الأسبوع المقبل ومن المتوقع أن يلتقي المرشداء السيد علي خامنائي وكبار المسؤولين فيها تقرير منال إسماعيل دلالات عديدة يحملها وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل في أول زيارة له إليها منذ توليه منصب الرئاسة ولسيما أنه سيتوجه بعدها برحلة مباشرة من إسرائيل إلى السعودية تراجع الحديث في إسرائيل عن الإعلان عن حلف إقليمي مشترك قابله كشف مسؤولين إسرائيليين عن توقع توقع بايدن ورئيس الحكومة الإسرائيلية ما أطلق عليه اسم إعلان القدس الخميس ستوقع إسرائيل والولايات المتحدة على وثيقة تفاهمات أطلق عليها اسم إعلان القدس وهي عملية توثق التعاون الأمنية بين الدولتين وتعهدات الأمريكية حيال إسرائيل في عدة مواطئ أبرزها التزام الولايات المتحدة بعدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي والمحافظة على التفوق النوعي لإسرائيل في المنطقة والدفع بخطوات التطبيع مع دول عربية في الشرق الأوسط الأهمية التي تكتسبها زيارة بايدن في هذا التوقيت بالذات مضاعفة بالنسبة لإسرائيل التي تبحث لنفسها عن شراكة أمنية وعسكرية مع دول الخليج ضد إيران في ظل قلقها من توقيع اتفاق نووي معها وعن تطبيع علني للعلاقات مع السعودية تحديدا العنوان المهم في هذه الزيارة هو السعودية مسؤول إسرائيلي قال لنا إن تغيير من ناحيتنا في الشرق الأوسط سيكون فقط عندما تدخل السعودية في دائرة الدول التي تطبع مع إسرائيل وفيما تستقبل إسرائيل بايدن تشخص عينها باتجاه طهران التي تستضيف الأسبوع المقبل لقاء قمة إيرانية روسية مع ما يحمله ذلك من دلالات أمنية واستراتيجية اللقاء المقبل بين رئيسي إيران وروسيا في طهران يثير القلق في إسرائيل بسبب توطيد العلاقات بين كلتا الدولتين لقاء الرئيسين الإيراني والروسي المرتقب ليس صدفة برأي مراقبين إسرائيليين ولسيما أنه يأتي على وقع الإعلان الأمريكي عن تزويد إيران روسيا بطائرات مسيرة وبعد زيارة بايدن المنطقة الفصائل والقوى الفلسطينية نددت بزيارة بايدن إلى فلسطين المحتلة حركة حماس وصفتها بأنها انحياز ودعم للاحتلال ومحاولة مرفوضة لدمجه في المنطقة عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي نافذ عزام أعربا عن اعتقاده بأن واشنطن تحاول إنشاء حلف جديد بقيادتها أما عضو اللجنة المركزية العامة في الجبهة الشعبية ماهر مزهر فقال أنه أو أن جزءا من أهداف هذه الزيارة هو الإجهاز النهائي على القضية الفلسطينية لمصلحة الاحتلال لجان المقاومة أكدت بدورها أن بايدن غير مرحب به على أرض فلسطين فيما دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية إلى الكف على التعلق بأوهام الحلول الوهمية التي تزرعها الولايات المتحدة في المنطقة لحل الدولتين قبل أن تؤكد حركة المجاهدين أن الرهانة على الإدارة الأمريكية لن يجني إلا السرب قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة لن توفر الأمن للكيان الإسرائيلي إذا كانت بهدف تعزيز مكانته ورفض رئيسي التحدث مع إيران بلغة التهديد أو القوة زيارات المسؤولين الأمريكيين إلى المنطقة إذا كانت تأتي في سياق تعزيز مكانة الكيان الصهيوني وتطبيع علاقاته مع بعض الدول فنؤكد بقوة أنها لن توفر الأمن لهذا الكيان انظروا إلى الشعوب كراهية الشعوب تجاه الكيان الصهيوني وجرائمه تزداد يوما بعد آخر على الأمريكيين أن يراجعوا تجاربهم السابقة ويأخذوا الدروس والعبر منها سبق وأعلن الأمريكيون أنهم فرضوا ضغوطا قصوى على إيران وهم من باتوا يعلنون في الفترة الأخيرة أن هذه الضغوطة فشلت ولم تنجح إيران أثبتت أنها لن تتراجع عن مواقفها المنطقية وأثبتت للأمريكيين أيضا أنهم لا يمكنهم الحديث مع الشعب الإيراني بلغة القوة أصدى هذه الأجواء كيف تنظر إيران إلى زيارة بايدن للمنطقة من الحمرية لم تغلق أبواب الدبلوماسية حتى الآن للتوصل إلى اتفاق حول برنامج إيران النووية ولكن لا يبدو أنها ستبقى مفتوحة طويلا في ظل مراوحة المفاوضات النووية مكانها وتبادل الاتهامات الأمريكية الإيرانية يحط الرئيس الأمريكي جو بايدن في منطقة الشرق الأوسط في زيارة تحمل الكثير من الدلالات أبرزها مساعي واشنطن لتشكيل تحالف جوي بين إسرائيل وبعض دول المنطقة لمواجهة إيران إنشاء تحالفات عسكرية تحت رعاية دولة غير إقليمية لن يساهم بتوفير الأمن الإقليمية وأمريكا تسعى لإدخال الكيان الصهيوني غير المشروع ضمن آليات المنطقة تحت شعار إنشاء منظومة دفاع مشترك وهذه السياسة فاشلة وأي زعزعة للأمن ستؤثر على جميع دول المنطقة طهران التي شبهت المحاولة الأمريكية في الشرق الأوسط بتوسع الناتو إلى حدود روسيا ما أدى إلى اندلاع حرب لا هوادة فيها تعتبر أن التحالف الجوية في المنطقة عمل استفزازي يستلزم الرد في حال شكل تهديدا لأمنها القومية رد شعوب المنطقة على تحركات بايدن لتشكيل تحالف في المنطقة واضح وأمريكا تحاول منذ مدة إيجاد تحالف ضد محور المقاومة الذي يتجذر ويصبح أقوى وينتصر يوما بعد آخر تحذرات طهران تأتي وسط تأكدات هنا على فشل المشروع الأمريكي قبل ولادته فالعديد من دول المنطقة لم تبدي استعدادا للدخول في هذا التحالف كما أن سياسة الحوار التي اتبعتها حكومة رئيسي في المنطقة بدأت تبديد الخلافات مع دول أقليمية ولو تدريجيا ما يحد أيضا من قدرة بايدن على تحقيق آدافه هي المتغيرات الدولية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وقوة إيران المتنامية والقادرة على تغيير المعادلات ملحمرية طهران الميادين أكد الرئيس الإماراتي محمد بن زايد النهيان أن الدول الخليجية ستبقى مزودا موثوقا به للطاقة وفي أول خطاب متلفز له منذ توليه منصبه في أيار مايو الماضي شدد على أن سيادة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل عنه أو التهون فيه خطاب محمد بن زايدية قبل زيارة بايدن للسعودية هذا الأسبوع لحض قادة الخليج على ضخ المزيد من الخام في مواجهة الأسعار المرتفعة نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل نحن مستمرون كذلك في ترسيخ مكان الدولة مزودا موثوقا للطاقة وداعما لأمن الطاقة العالمي كونه العمود الفقري لتمكين النمو والتطور الاقتصادي العالمي اقتصاد دولة الإمارات يعد اليوم ضمن أكثر الاقتصادات قوة ونمو فقد أنعم الله تعالى علينا تنويح اقتصادنا ضرورة استراتيجية أساسية ضمن خططنا للتنمية بدوره أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف عن أمله في أن يكون بناء العلاقات الأمريكية السعودية موجها ضد روسيا نحن نعمل في إطار اتفاقيات أوبيك بلاس ونقدر عاليا التعاون مع شركائنا بما في ذلك الشركاء الرائدون مثل السعودية ونثمن عاليا علاقاتنا وتعاوننا مع الرياض ونأمل بالطبع أن لا تنقلب الرياض علينا بأي شكل من الأشكال أثناء بناء علاقات مع واصم العالم الأخرى قال مسؤول المكتب الأمني في كتاب حزب الله العراق أبو علي العسكري أن العراق اليوم على صفيح ساخن وقد تذهب الأمور إلى الأسوأ مشيرا إلى أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيحاسب على ما وصفه بجرائمه وآخرها محاولة إدخال العراق في شباك التطبيع وفق تعبيره وفي تغريدة له أضاف العسكري أن أي فتنة داخلية إن حدثت فسيحترق بنارها من عمل على إشعالها لافتا أن التحالف الذي يعمل الأمريكيون والإسرائيليون على إنشائه لن يكتب له النجاح قطعا حيث ستخبر عن نهايته الكتائب على حد قوله تقدم تسعة من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت بشكوى أمام محكمة يوستن في تكساس ضد شركة سبكتروم الأمريكية مستأجرة قارب روسوس الذي نقل نترات الأمونيوم إلى لبنان ويتهم الأهالي الشركة بالمسؤولية عن الإهمال الذي أدى إلى الانفجار مسعاصي علامة استفهام حول دور لشركة أمريكية في نقل مواد نترات الأمونيوم إلى لبنان والتي أدى انفجارها في الرابع من آب أغسطس عام 2020 إلى تدمير مرفأ بيروت وانهيار مئات الأبنية المحيطة وإلى سقوط نحو ثلاثمائة ضحية وآلاف الجرحة فقد رفعت مجموعة من تسعة أشخاص من أهالي الضحايا اللبنانيين يوم الاثنين في الحالي عشر من تموز يوليو الجاري شكوى ضد الشركة الأمريكية تي جي اس نوبيك جيوفيزيكل صاحبة شركة سبكتروم للمسح الزلزالي ومستأجرة القارب روسوس المتهالك الذي نقل نترات الأمونيوم إلى لبنان والتي كانت مخصصة أساسا إلى موزنبيق شكوى أهالي الضحايا تحمل شركة سبكتروم مسؤولية عن الإهمال الذي أدى إلى وفاة أحبائهم وتعتبر هذه الشكوى أن السئجارة قارب غير صالح للأبحار بشكل متهور يحمل هذه المواد من دون التصاريح اللازمة هو انتهاك لشروط العقد الخاص بالفرد والقانون المحلي وانتهاك لأفضل الممارسات الصناعية وهو المسؤول في النهاية عن هذا الانفجار المروع وجاء في الشكوى كما نشرت صحيفة لتون السويسرية أن شركة سبكتروم استأجرت عام 2013 قارب روسوس للإبحار إلى بيروت لاستعادة معدات التحليل الزلزلي الضخمة التي كانت استخدمتها في لبنان في وقت صابق من دون أن يكون هناك أي رابط بين هذه المعدات ونطرات الأمونيوم وبمجرد وصول السفينة كما تقول الصحيفة إلى ميناء بيروت بدأت في تحميل 160 طن من هذه المعدات ولأن الحمولة الإضافية قد تؤدي إلى كسر القارب وإتلافه بشكل دائم أفرغت السفينة نطرات الأمونيوم وخزنتها في مرفع بيروت وبقيت فيه لمدة سبع سنوات الصحيفة السويسرية نقلت عن المحام يازين وكيم التي مثلت الضحايا استغرابها كيف تختار شركة سبكتروم السفينة روسوس من بين جميع القوارب المتاحة علما أن هذا القارب لا يحتوي على المنحدرات اللازمة لنقل آلات الزلازل المزعومة وقد تم احتجازه قبل ذلك بفترة وجيزة من قبل سلطات الموانئ الإسبانية بسبب أعطال فنية موسى عاصي جناف الميادين كاميرا الميادين ترصد زورقا لجيش الاحتلال الإسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا جنوبية بلدة الناقورة وهو أحد الانتهاكات الإسرائيلية لسيادة لبنان التي باتت يومية وتمثل خرقا للقرارات الدولية كما أبلغ الرئيس اللبناني ميشيل عون ذلك لقائد اليونيفيل تقرير عباس الصبغ تحت أنظار قوات اليونيفيل يسجل هذا الزورق الإسرائيلي خرقا جديدا للسيادة اللبنانية هو خرق ينضم إلى سلسلة طويلة من الانتهاكات وهذا الخرق مزدوجون فالأول هو للخط الثالث والعشرين الذي رسمته الحكومة اللبنانية وأودعته الأمم المتحدة أما الثاني فهو لخط رسمه الاحتلال بعد اندحاره مهزوما من لبنان عام 2000 وهو الخط رقم واحد الذي لا يعترف به لبنان يعتدي هذا الزورق الإسرائيلي على السيادة اللبنانية فهو يخترق المياه الإقليمية اللبنانية ولا يعترف لبنان بذلك الخط الذي رسمه جيش الاحتلال أي خط الطفافات أي الخط رقم واحد كحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة أهمية هذه الثروة تدفع اللبنانيين للتمسك أكثر بدأي وقت مضى بحقوقهم عمل إحداثيات الجيش وتقنيات التي اعتمدها بالاستناد إلى القانون الدولي العام بيّنت أن الخط 29 هو خط شرعي قانوني يمكن الاستناد عليه زمن التطبيع الزاحفي لا يجد صداه لدى من يتمسك بحقوقه وحقوق فلسطين كل ذلك يجري فيما لبنان الرسمي ينتظر للاستفادة من ثرواته بعد ركونه إلى الوساطة الأمريكية المتكئة إلى مجارات مصالح تل أبيب ومحاولات كسب الوقت بهدف استخراج الغاز من المنطقة المتنازع عليها أو ما يعرف بحقل كاريش بيد أن عملية المسيارات النوعية للمقاومة مطلع الشهر الحالي كانت أشبه بجرس إنذار لمن يعنيه الأمر بهدف وضع حد للمماطلة وتثبيت معادلات قوة لبنان بعيدا من بعض المواقف الداخلية التي حاولت التشويش على إنجاز المقاومة عباس صباغ من بلدة النقورة اللبنانية الحدودية مع فلسطين محتلة الميادين فاصل نتابع بعده نشرة الأخبار أهلا بكم من جديد أعلنت وزارة الدفاع الروسية مقتلى أكثر من أربعمائة مسلحا أكرانيا بضربات جوية استهدفت مقر قيادتي وأراضي حوض بناء السفن في مدينة نيكولايفا وأشارت الوزارة إلى تصفية مجموعة خاصة بعمليات التخريب والاستطلاع في منطقة خاركيف كما جرى اسقاط أربع طائرات حربية وتسع مسيّرات أسقطت المقاتلات الروسية ثلاث طائرات تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في الجو سو خمسة وعشرين وسو أربعة وعشرين قرب منطقة دانياتسك بالإضافة إلى طائرة ميك تسعة وعشرين قرب منطقة ميكولايف بالإضافة إلى ذلك تم اسقاط طائرة سو خمسة وعشرين أخرى تابعة للقوات الجوية الأوكرانية قرب منطقة ميكولايف كما دمرت خلال اليوم تسع طائرات أوكرانية من دون طيار أعلن رئيس الأوكراني فلاديمير زينانسكي عن بعض التقدم في مفاوضات الصنبول بشأن السناف الصادرات الغذائية من أوكرانيا عبر البحر الأسود زينانسكي قال في رسالة مصورة أن أوكرانيا تبذل جهودا كبيرة للسناف الإمدادات الغذائية إلى السوق العالمية وردت اليوم في الأخبار إشارات كثيرة إلى الاجتماع في تركيا لإلقاء حظر الصادرات الزراعية من بلادنا عبر البحر الأسود إننا بالفعل نبذل جهودا كبيرة لاستئناف توريد الغذاء إلى السوق العالمية وأنا أشكر للولايات المتحدة وتركيا جهودهما إذا كان من الممكن إزالة التهديد الروسي للملاحة في البحر الأسود فإن هذا سيخفف من خطورة أزمة الغذاء العالمية أبلغني الوفد الأوكراني أن هناك تقدما في الأيام المقبلة سننسق التفاصيل مع الأمين العام للأمم المتحدة وتعتزم البرازيل شراء أكبر كمية ممكنة من الديزل من روسيا بحسب ما أعلن وزير خارجيتها كارلوس ألبيرتو فرانسا وبرغم العقوبات المفروضة على موسكو وأكد فرانسا أن بلاده شريك استراتيجي لروسيا وتعتمد عليها على نحو كبير للتزود بالأسمدة والحبوب قال وزير الدفاع التركي خالوسي أكار أنه جرى الاتفاق على انشاء مركز في اسطنبول لإدارة عملية تصدير الحبوب الأوكرانية لافتا إلى أن جولة ثانية ستعقد في تركيا الأسبوع المقبل للتوصل إلى حل أزمة تصدير الحبوب موقف أكار جاء إثر محادثات في اسطنبول ضمت وفدين عسكريين روسيا وأوكرانيا إلى جانب دبلوماسيين من الأمم المتحدة بشأن استئناف إيصال شحنات الحبوب المتوقفة عبر البحر الأسود الأمين العام للأمم المتحدة أنتوني جوتيريش وصف التفاهم بالخطوة المهمة والجوهرية لقد شهدنا اليوم في اسطنبول خطوة حاسمة خطوة إلى الأمام لضمان تصدير آمن ومضمون للمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود في عالم أظلمته أزمة عالمية لدينا اليوم أخيرا بصيص أمل بصيص أمل لتخفيف المعاناة الإنسانية وتخفيف الجوع حول العالم بصيص أمل في دعم البلدان النامية والأكثر ضعفا بصيص أمل لتحقيق قدر من الاستقرار الذي تشتد الحاجة إليه في نظام الغذاء العالمي سيكون هناك حاجة الآن إلى مزيد من العمل التقني لتحقيق التقدم أوسط رئيسة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا بأن تبدأ البنوك المركزية في معظم البلدان بتشجيل سياساتها النقدية على نحو حاسم لمواجهة المزيد من التضخم وقالت جورجيفا إن هذه الإجراءات ملحة على نحو خاص لترك الدول التي تبدأ فيها توقعات تضخم من ابتعاد عن الواقع على نحو حادة وإلا فستدخل في دوامة مدمرة من انهيار قيمة الأجور وارتفاع الأسعار الولايات المتحدة سجلت على معدل تضخم في 41 عاما فيما تسارع تضخم في فرنسا إلى 15% على أساس سنوي في حزيران يونيو الماضي وفي ألمانيا بلغت تضخم 17% على أساس سنوي وقالت الحكومة الألمانية إن التدابير التي اتخذت للسيطرة على أكلاف النقل في البلاد منعت من وصول التضخم إلى أكثر من 8.5% وأمس سجلت العملة الأوروبية الموحدة اليورو أدنى مستوى لها في التاريخ حيث سجل اليورو الواحد أقل من دولار في سابقة لم تحدث منذ عام 2002 معهد والحصاء الأوروبي يورستات توقع أن تفقد المنتجات المستوردة قدرتها التنافسية وبالتالي ستكون أكثر تكلفة ما يسهم في تسريع التضخم ويهدد القدرة الشرائية للعائلات كما أشار المعهد إلى أن انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار سيعطل السياحة الأوروبية على نحو واضح فيما رأى مصرف فرنسا المركزي في نهاية أيار مايو أن ضعف اليورو قد يعرقل جهود البنك المركزي الأوروبي للسيطرة على التضخم دمرت مقاتلات روسية مواقع في إدلب ورشة لتصنيع الطائرات المسيرة تابعة للجماعات المسلحة المدعومة من أنقرة وكالة سانة أكدت أن القصف أدى لتدمير عددا من التحصينات تحت الأرض بما فيها من إرهابيين وأسلحة ومعدات مشيرة إلى أن هذه العملية تأتي ردا على اعتداءات الجماعات المتكررة على المناطق الآمنة ومواقع الجيش السوري في منطقة خفض التصعيد في إدلب مجموعة جديدة من اللاجئين السوريين رحلتهم تركيا خلال عطلة عيد الأطحى المبارك إلى سوريا وهم من بين أكثر من أربعة وثلاثين ألف شخص جرى ترحيلهم خلال ستة أشهر من تركيا باتجاه سوريا محمد الخضر عشرات السوريين في رحلة عودة إجبارية من تركيا إلى إعزاز هي رحلة أرادتها سلطات الهجرة التركية تحت جنح الظلام ينفيها أولئي قيامهم بأعمال تستوجب الطرد يعني حكومة تركية إيش عم تعمل؟ إيش عم إيش بدها؟ ترحلني؟ ما بدها يعني؟ تمام؟ ترحل؟ ترحلني مع أولادي؟ لكنها حسابات سياسية معقدة تتجاوز تمنياتهم حساباتهم ضمن مشروع تركي معلن لبعاد مليون سوري إلى داخل الحدود السورية تحت عنوان المنطقة الآمنة الدافع الأول هو يتعلق بالداخل التركي لأن النظام التركي وحزب العدالة والتنمية يسعى إلى إعادة استخطاب شعبيته قبل الانتخابات البلدية والرئاسية في عام 2023 والزهاب نحو القول بأنه يقوم بتخليص هؤلاء السوريين من الداخل التركي لا تتوقف الآلة الإعلامية التركية عن الترويج للمنطقة الآمنة مشروع حزب العدالة والتنمية ضمن التنافس الحزبي الداخلي تنافس حول السوريين إلى ورقة انتخابية قبل سنوات في احتضانهم ومساعدتهم تحت عنوان الأخوة واليوم في التخلص مما تراه أحزاب وقوى سياسية تركية متنافسة عبءا اقتصاديا واجتماعيا وأمنية اليوم عملية الترحيل هو ترحيل ممنهج من قبل النظام التركي لعله يجد هناك داعمين لهذه العملية ورغم أنه يدرك تماما بأن كل الظروف غير متاحة بأي عمل عسكري نهيك على أن هذا العمل هو عمل احتلالي بكل المقاومات وهو مرفوض حتى على المستوى الدولي وحتى البيئة التي هنا يسعى إليها أو إقامتها في هذه المنطقة ترحيل السوريين من تركيا يجب وطيرة متصاعدة تنفيذا لقرارات الرئيس التركي أكثر من 34 ألف شخص رحلوا خلال الأشهر الستة الأولى من العام بذريعة مخالفات قانونية أي حل لمشكلة اللاجئين السوريين في تركيا يبدو عبثا من دون فتح حوار مباشر أو عبر موسكو وطهران مع دمشق وهو ما قد يبعد التلويح والتهديد بعملية عسكرية تركية جوهرها الاعتداء على الأراضي السورية محمد الخضر دمشق الميادين قال رئيس وفدي صنعاء المفاوض محمد عبد السلام أن تعطي دول العدوان مع الهدنة لا يزال دون المستوى المطلوب بدلا من الوفاء ببنودها وفي تغريدة على تويتر أكد عبد السلام أن مماطلة دول التحالف السعودي ببنود الهدنة لا ترضي الشعب اليمنى الذي يرزح تحت حصار جائر في ظل معاناة كبيرة على كل المستويات أكد الناطق باسم التيار الشعبي في تونس محسن النابت أن نقطة القوة في الدستور الجديد أنه كتب بأيد تونسية من دون تدخل خارجي وخلال مقابلة مع الميادين شدد النابت على وجود مراكز استطلاعات مشبوهة تقدم أرقاما وفق ما تريده بعض الأطراف فيه أطراف سياسية بالنسبة لها مهما كتب قيسعيد ومهما عدل لا يعنيها ما يكتب المهم بالنسبة لها أن ينتهي هذا المسار وأن نعود إلى المربع الأول وهناك أطراف هي أصلا وكيلة عند السفارة الأمريكية وعند الاتحاد الأوروبي الذي يطمح إلى ابتزاز الدولة الوطنية التونسية وإعادة سيناريو 2011 بمعنى أنه لا يكسب الشعب التونسي حريته وسيادته بشكل نهائي ويبقى تحت الوصاية ودور المعهد الجمهوري الأمريكي في محاولة إسقاط الاستفتاء ودور المنظمات الأوروبية وتمويلها في هذا المجال ليس سرا وليس خافيا ولا يخفى على أبسط المواطنين التونسة اليوم الذين يديرون ويتعطون مع الشأن العام بدوره قال عضو المكتب السياسي للتيار الديمقراطي في تونس هشام العجبوني أن التصويت بنعم للدستور الجديد سيكون بداية لأزمة خانقة في البلاد وخلال مقابلة مع الميادين أشار العجبوني لأن الرئيس التونسي قيس سعيد ألغى دور المحكمة الدستورية في تقييم الخطر الداهم ما يعني أنه يمكن لسعيد أن يحكم مدى الحياة وفق تعبيره هو أضاف نقطة أخرى وقال في ظل نظام ديمقراطي لا معنى لذلك وسأبين لكم ذلك لا معنى لذلك لأن هذا الدستور لا يؤسس إلى ديمقراطية باعتبار أن الديمقراطية في مفهومها هي صحيح تكرس سيادة الشعب ولكن يجب أن يكون هناك توازن للسلطات ليس هناك أي توازن للسلطات في هذا الدستور هناك سلطة وحيدة مطلقة وهي سلطة سيد قيس سعيد وبقية سلطة هي وظائف وقام بتهميشها وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر قد اتهم أطرافا سياسية بالوقوف وراء عملية استهداف المنصة الإلكترونية لعرقلة الاستفتاء مشيرا خلال مقابلة مع الميادين إلى وجود محاولات لتغيير ملاكز الاختراع بالنسبة إلى بعض الشخصيات السياسية هيئاتنا الفرعية سجلت بعض الأنشطة وأيضا بعض الخروقات أهمية الخروقات تتعلق بالمعلقات المتعلقة بالاستفتاء هناك بعض المحاولات التي استهدفت منصة التحيين الناخبين والتي كان الهدف منها هو تغيير مراكز الاختراع بالنسبة لبعض الشخصيات خاصة الشخصيات السياسية المعروفة أو الوجوه المعروفة والهدف بطبيعة الحال هو إحداث نوع من الشوشرة يوم 25 جويلة ولكن دعني أتمنى أن العملية كانت معزولة ومحدودة وتم التصدي لها في بعض السوعات قليلة من اكتشافها انقسام سياسيا حاد يخيم على المشهد التونسي بين تلويح المعارضة بالتصعيد ومواصلة العمل لإسقاط مسودة الدستور في مقابل أصرار أحزاب الموالات على إنجاح الاستفتاء إماس شطارة الخطاب السياسي يفتقد أو يكاد خلال الحمالات الترويجية للاستفتاء بشأن الدستوري طرحا يناقش المضامين ويخاطب العقول أكذا يرى مراقبون المشهد السياسي فيما تبدو السمة الغالبة في خطاب أحزاب الموالات أو المعارضة تنحو باتجاه خطاب تحريضي أو إلغائي يهدف إلى التعبئة والتحشيد بدل التفسير والإقناع إنجاح المصار نعم للإستفتاء ونعم للإستفتاء وسينجح الإستفتاء بإرادة شعبية لأن الشعب قال كلمته يوم 25 جوليا وسيقول كلمته يوم 25 جوليا بنعم للإستفتاء فنمضي نحو جمهورية جمهورية قوام الحرية جمهورية قوام العدل جمهورية لكل التونسيين فنرفع هذا الخراب لعشرية سوداء حملة ترويجية يرى البعض أن الأطراف المتنازعة بشأنها لا تفصل بين شخص الرئيس قيس سعيد أو مشروع الدستور الذي يعرض على التونسيين للاستفتاء اليوم وغدا قبل استفتائه وبعد استفتائه بالنسبة إلينا بالنسبة للمقاومة بالنسبة للمعارضة دستور البلاد الشرعي والوحيد هو دستور 2014 متمسكون به ولن نعترف باستفتاء قيس سعيد وبدستور قيس سعيد وسنعمل على إسقاطه وإن دام ذلك أشهرا وسنوات راديكالية الخطاب لن تؤدي بحسب مراقبين سوى إلى تعميق الشرخ ومراكمة الأخطاء فيما تحتاج البلاد إلى خطة للخروج من الأزمات المتشابكة على المستويات السياسية والاقتصادية خطاب الأحزاب حاد خلال الحملات عن الخوض في مضامين الدستور لينقسم المشهد بين مقاطع من حيث المبدأ أو رافض للمصاري وآليات اتخاذ القرار فيه أو مؤيد بشكل مطلق أعمى تشترى تونس الميادين اقتحم ألاف المتظاهرين السرلنكيين المناهدين للحكومة مكتب رئيس الوزراء رانيل ويكر مسينج متحدين إعلان حال الطوارئ وذلك بعدما غادر الرئيس السرلنكي إلى المالديف على متن طائرة عسكرية ليفوض لاحقا صلاحياته لرئيس الوزراء واصطى تفاقم الغضب الشعبي تقرير علي الأحمر تتسع دائرة الفوضى في سرلنكا مع تسارع التطورات فيها الرئيس جوتوبايا رجاباكسا بات خارج البلاد بعدما نجح في الفرار إلى جزر المالديف برفقة زوجته واثنين من حراسه على متن طائرة عسكرية أقلته من كولومبو وفي طريقه إلى ماليزيا فوضى رجاباكسا صلاحيته لرئيس الوزراء رانيل ويكر مسينج الذي أعلن حالة الطوارئ في البلاد ما فاقم غضب المحتجين الذين طلبوا بتنحي الرجلين لقد كان الرئيس مختبئاً طوال هذا الوقت لذا يجب عليه العيش في الخارج لكن لا يعني ذلك أن الصراع قد انتهى فالنضال سيستمر حتى استعادة ما تمت سرقته أصبح ويكري مسينجي رئيساً للوزراء بطريقة خاطئة فهو لا يحظى بتأييد الشعب على الإطلاق ولسنا مستعدين للاعتراف به كرئيس غضب المحتجين المتفاقم ترجم باستمرار تظاهرات واقتحام المقار الرسمية ولسيما مقر مكتب رئيس الوزراء ومقر التلفزيون الرسمي ما أدى إلى توقف بثه في وقت تسعى فيه المعارضة إلى تشكيل حكومة مؤقتة خلال شهر لتجاوز أزمة الفراغ السياسي التي تهدد البلاد بعيداً عما يجري في الأروقة الرسمية بات القصر الرئاسي منتزهاً بعدما تحول إلى مقصد للعائلات والأطفال الذين اصطفوا في طوابير للتجول فيه وكذلك الأمر بالنسبة لمقر رئيس الحكومة حيث قد يكون الاستلقاء في حدائقه تأكيداً لعدم مبارحة المكان إلا بعد تحقيق كل المطالب نزل ألاف المتظاهرين إلى شوارع بنما لمطالبة الحكومة باتخاذ إجراءات ضد التضخم والفساد وكان مئات المتظاهرين قد خرجوا إلى الشوارع الاثنين ما دفع بالرئيس للإعلان عن خفض أسعار البنزين للعربات الخاصة بنسبة 24% فيما تعهدت الكثير من النقابات مواصلة التظاهرات حتى إقرار المزيد من الخفض في أسعار البنزين ختام النشرة تذكير بالعنوين سجل المعادلة الجديدة كاريش وما بعد كاريش وما بعد ما بعد كاريش السيد نصر الله يهدد رسالة المسيرات بداية ولن يستخرج أحد الغازة أو يبيعه إن لم يحصل لبنان على حقوقه والذهاب إلى الحرب أشرف من قبول موت لبنان جوعا بايدا يصف زيارته لإسرائيل بأنها كالعودة إلى الوطن ويجدد التأكيد على أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران كان خطأا فادحا عدد من أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت يرفعون شكوى في الولايات المتحدة ضد شركة أمريكية على علاقة بنقل نترات الأمونيوم تركيا تعلن إنشاء مركز تنصيق بشأن صادرات الحبوب الأوكرانية وزينانسكي يعلن عن بعض التقدم في مفاوضات الصنبول بشأن استناف الصادرات الغذائية الأوكرانية بعد تعيينه رئيسا بالإنابة رئيس المزراء السلنكي يأمر الجيش بإعادة إرساء النظام وألاف المتظاهرين يقتحمون مقره لمزيدا من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية في أمان الله اشتركوا في القناة